السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع نفسي وجديدة مشيوات ام شمس كنتم دائما تكونوا في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم باني لا غن اقتر حالكم نحضروا مع بعض تاختلات صراحة هاد الى تاختادو كيجي ورائعين كذلك كيجي واحد المدق فيهم جميل بدون عجين مرمل او للعجينة دي الصابلي فهنا ما غديش نحتاجوا هاد العجائن هادو سنعملوا واحد العجينة او واحد الكيفية ليه جديدة نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربة كذلك كريمة اللي نستغلو فيها البرتقال او للماندارين في دبا في الوقت دياله ممكن كذلك نعملو فيها غل برتقال عادي فصراحة هاد الى تاخت كيجيو جميل بزاف وراقي كذلك كتاب الماندار ديالهم فانتمنى دائما الوصفة اليوم والفيديو تليوم من الاستحسان ديالكم واعجابكم ودائما الى عجبتكم الفيديو ما تنسوش تبارتاجوها مع الاصدقاء والعائلة باش تعمل فائدة وكذلك في مواقعكم التواصلية اما الى كنتوا اول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها فمرحبا بكم دائما بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او لا ابوني او لا سوبسكرايب وكذلك تفعيل جرس باش تصلوا دائما بجديد القناة وكما كتشوفوا معانا تختلت دائما كيجيو معانا بحال هادي الشكل هدا فبقاوا معانا حتى الاخير باش تشوفوا معانا يعني الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجيو وكذلك يعني الطريقة ديالهم بكل بساطة وبمقادر اللي هي مضبوطة وساهلة وبسيطة فاندوزوا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المقادر او الحاجة غادي نعملو العجين كنحتاجو فيك مقادر ميتين جرام ديال طحين ابيض انا ما يكون من الاحسن مغربل غا نحتاجو ميت جرام ديال الزبدة تكون بحرارة الغرفة انا نستعمل زبدة نباتية ديال البوطة هنستعمل نحتاجو الميت جرام ديال الماء عادي لوكا الصغير غادي نحتاجو جوج معاك كبار ديال السكر ساني ديال كعادل 30 كرام شوية ديال فانيلا وقبيصة ديال الملح هدو هما المقادر ديال العجين كما كتشوفوا معي فهما جد بساط وساهلين فهنا بالنسبة الاخوات اللي كيسونوني دائما على الطحين شحل هو العبار دياله بالكاس غادي نعبركم كداليك الطحين شحل بالكاس بالنسبة للطريقة فا اول حاجة كنناخدو كاسرونة ديالنا كنعملو في هلماء اللي هو مية جرام او العشرة سانتي لتر غادي نعملو كداليك جوج معلقات ديال السكر قبيصة ديال الملحة والفانيلا هنا تقريبا واحد ساشية الفاني على حساب يعني باش عطنا ماداق وغادي ندفو كداليك الزبدة لي مية جرام غادي نعمل كل شي فوق النار بحال هاد الشكل على نار مهيلة حتى كتدوب معنا هاد الزبدة هادي وكي يغلى الخالد بالنسبة للطحين فهو جوج كيسون كما كتشوفوا معي هنا بحال العبار ديال العنبه فهنا بنسبة للخالد هاد الشكل حتى كيدوب وكيبدأ يغلى معنا بحال هاد الشكل هكا يعني هاد الطريقة فهي نفس الطريقة ديال الباتاشو نفس الطريقة غير المقادير كي يختلفو شي شوية فهو نفس الكيفية يعني نفس البرانسب ديال الباتاشو فغنحرك بحال هاد الشكل حتى كي يغلى معنا الخالد هكا هنا غادي نضيفو الطحين مرة واحدة بحال هاد الشكل فهنا عبرت معاكم الطحين يعني اعطاني جوج الكيسان لي كيعدلو يعني ميتين جرام ديال الطحين ديال الطحين كنحرك مزيان بحال هاد الشكل هكا فوقنا رمهيلة غي شوية فقط بحال كودة بغن نطفنر وغن ندوزو باش ننصوبو اللي طاخد وليت ديالنا بكل سهولة فهناو العاجين سخون هنتم ما كتشوفو نحاول هانتما يعني فاش كنضيفو الطحين ما كيكون سخون باززا فانا غا نخدم بمباشرة هنحتاجو هاد القوالب هادو ديال اللي طاخد غا نبدو ناخدو شوية ديال العاجين وغادي نحاولو انا نبسطوه بحال هاد الشكل هادا هتا كي ياخد معنا يعني الشكل ديال المول ديالنا فكننبقى نبسطوه بحال هت شكلو مع العاجينة كتكون بقية سخون فكتكون تريئة بزاف مباشرة يعني بسرعة تصوب معانا فكنحولو هاد العملية هدي نعملوها ضغية يعني قبل ما تبرد معنا العاجينة باش كي يجن جنال سهلين اننا نبسطو هاد العاجين هادا فيني مول فانا هنا عملتهم صغار ممكن انكم تعملو العاجين كاملو فما ليكون كبير مباشرة يعني مول واحد فقط يعني انتم ما حرين انا هنا حاولت نخلف شي شوية الاختيار مع عاملة بزاف ديال اللي تاخد كبار في القناة فهنا نحاولو نبتلو شي شوية فكما كتشوفو كنناخدو كورة من العجين وكنحاول انا نبسطها بحالات الشكل بسرعة العجين كيكون طري وكيكون جميل بزاف وكيمشته ما فيه لدلك العجن يعني ساهل بزاف بالطريقة ديال اللي بطاشو وكيجي واحد العجين اللي صراحة تنهي شيشة شيش بزاف وكيجي لديد لديد كنتمنى صراحة انكم تجربوا هاد الطريقة وهاد العجين لان انا اكيدا لنا را تجربوا هاد العجين هادا ما باقيش غادي يخطاكو فدائما كننبسط هاد طريقة هانتوما حتى كنناخدو لفاغهم ديال الليمون وكننزولو هادوك الزوائد اللي كيكونو هادوك الزوائد عاوتاني كنناخدوهم مع العجين احد اخر وكنعاودو نعملو فمول اخر بنفس الطريقة يعني كماشتو جيد سهلين وكنستمر حتى كنكمل الليمون اللي عندي كاملين وبالنسبة لهاد المقادير اللي اعطيتكم فكيخرجوا بالضبط سعود ديال القواليب ديال اللي تقط بحالات الشكل يعني ما كيشت حتى شي حاجة من العجين ونزودو بنشوفو الهرون held the cream a او لهاها للحشوة اللي هنعملو فهاد فغانل قناقي انا محتاجوا فيها جوج ديال البيضات يكونوا حاجم كبير سنية ديال اللي عادل مية 5-000 غرام السني repeating coется ديتان ديال البرتو Galli كاس ديال العسري صغير اللي عادل مية 더 ميت حاجم كبير جميعدي قشر حامض كاملماقية كبيرة ديال اليوغورت يوغورت جبن طاري اول حاجة نضوب الزبدة حتى تحصل على هذا اللون يعني كتولي زبدة وازد او لكي تغير اللون ديالها فهنا باش تعطينا اكتر لدة واللي بابغاش ممكن يضوب الزبدة عادية ويستعملها بالنسبة للبرتقال فغناخد واحد البول نعمل فيه الكاس ديال الحامض مع مرش وكذلك الكاس ديال الليمون او للبرتقال ونضيف سكر ساندة بحالة الشكل ونخلط جيدا حتى تبدأ ساندة كتدوب معنا بحالة الشكل هنا نضيف البيض اللي اذكرت في المكونات اللي هما زوج ديال البيضات كاملات فهنا بالنسبة للعصير ديال البرتقال فانا استعملت موجود الماندارين استعملت ربعات الماندارينات تعطوني لهادك الكاس لكي عادي مية وعشين جرام وبنسبة للحامض فاستعملت جوج سيترونات يعني هي صغر من كبارش بززاف فإذا كان السيترون كبير را ممكن غيوحدة تكفي واستعملت القشور ديال هاداك الحامض فممكن استعمله حتى قشور البرتقال للم توفر فغادي نخلط جيدا هداك البيض اللي ضفت دابا مع العناصر اللولانية كل شي بارد في بارد هغا نضيف دابا القشور ديال الحامض حال هات الشكل دائما مع التحريك المستمر يعني كنحاولو انا نندوب سنيدة هندوب ان نضيف كذلك الزبدة فكسعت فيهم واحد للتجميلة يعني لي ما بغاش ممكن ما يضفهاش يعني فقط يضوب الزبدة عادية ويضفها ديال مع القادية ثلاثين جرام هدي نضيف كذلك هنا الجبن طاري ممكن تعودوه بيوغورت طبيعي او اللي ممكن تعودوه بواحدة مربع حتى الجوج مربعات ديال ديال الفروماج مربع او اللي الكريم فريش اللي بغيتو او اللي القشدة الطارية فاللي مطفو المهم لعلقة كبيرة هنحرك هنا جيدا حتى ينساجموا معي العناصر فكي كبين لكم الخليط انه خفيف ولكن ما تخافوش ركي جرائع بزاف فقط نحركو المكونات جيدا دا بغادي نجيبو لاروش ديالنا باش نبدو نعمرو هاد اللي تختولات ديالنا دابا كي يجيب حالات الشكل را ممكن انكم تطحنوه فانا يعني باش نسهل امور ممكن تخلطوه او لا تطحنوه كيف ما بغيتو دا بغا نجيب القوالب ديالنا كي مشتوره ما طيبينش يعني كي عملناو بخليناهم يشدو فرصو مرمي كتبرد العجين كتقسحش شوية فدبا غادي نعمرو هاد هاد طورتات ديالنا بحال هاد الشكل يعني كنعمروهم مزيان وكان يكونو هنا سخنا الفران من قبل وكان عملو لهم بحال طياب الكيك دائما يعني نقصو الفران مزيان ونخليوهم يطيبو على خطر خطرهم لان خاصنا العجين يطيبو كذلك الحشوة كتتعلك وكيتبخر المال يزيد فيها وكتولي يعني واحدة الحشوة اللي كتكون معلكة ورائعة والعجين كذلك كي يجي مقرمش وهائل فكما شتو كان عمر هاد القواليب هادو هنا بالنسبة للحشوة والعجين اللي اعطيتكم راكي يجي قد قد مع هاد سعود ديال اللي تاختو ريت اللي عملنا يعني لابغيتو كتر من هاد من هاد اللي تاخت فممكن تدبلو المقادر كان بقاد عمر غيب شوية والقواليب ديالنا رهما كان نتكوهم ما والو كان خليوهم كيف مما هما كان عمروهم يعني كان عملوهم في اللول كان خليوهم يبردو على ما كان وجدو الحشوة او لالكريمة اللي غانين عملو كي يكونو مشتو فرصهم كي ماشتو معايا فكي يجي قد قد معا اللي تاخت ديالنا فهنا ما غانين دخلوهم حتى كي تحمروا كي مسبق وذكرت يعني على مهلهم حتى كي بنا العجين ديالنا تحمر وحتى الحشوة كتبالينا انها تنفخات وتتعليكات مديان كي ماشتو معايا كتخليوهم حتى كي يبردونا هنا يعني خويتهم مباشرة لاناني خليتهم غيد فاو شوية انتو ما خليوهم حتى يبردو تماما يعني كنتو اول مرة عا تعملو عد العجين خليو حتى يبردو تماما لاناو كي يجي هشيش بزاف بحال هات الشكل كي ماشتو كي يجي محمر ورائع وغيب شوية يعني خليوهم في اللول را كي يكونوا هشيش بزاف بدي كل حشوة حتى كي يبردو عادي العجين كي ياخدوا واحد لا فاقه مباقيش كي يكون مويلو يعني كي يكون في اللول شيش بزاف فكنح هننزولوهم تبا من القوالب كي ما كتشوفو را كي يجيوا ساهلين باني باش نحيدوهم فقط نقلبو القوالب دينا بحال هات الشكل وكي يزولو بسرعة هنستمر بهاد الشكل هده هنزولو هنزولوهم عفون كاملين واندوزو ان شاء الله طريقة تزين اللي هنقدر حالكم اليوم يجيوا بحال هات الشكل ويعني تجيوهم حمرين ويجيوا يعني رائعين ممكن نقدموهم هرا كمع خطوط شوكولاتة كيف ممكن انا هنهن غاد نزينهم بشوية ديال الكريمة هنا يعني طلعت واحد شوية ديال الكريمة شانتيي بحال هات الشكل وغنزينهم بهد دوية هدي كتكون سامبل من واحد الجهة وكتكون بسنينة من الجهة الاخرى نزينهم بحال هات الشكل هكا وكما قلت لكم يعني ممكن تزينو بخطوط شوكولاتة او لا يوغورت ديال شوكولاتة او لا يوغورت كاراميل يعني كيف مما بغيتو ويلا كينا الكريمة فخش ممكن او لا الكريمة شانتيية ممكن انكم تزينو بهد طريقة كذلك وصراحة كيجيوا راقين ومدقهم كيجي هائل بزاف وكمتمنى انكم تجربوهم لان العجين شي حاجة جديدة ما كيناش وكذلك يعني ساهل وبسيط في التحضير ديالو ما كيحتاج مافيش بيض كي ماشته في فقط زبدة وطحين وما فكيجي صراحة وتيجي ولداد بزاف واحد الحشوة اللي رائعة فكنت عملت معكم اللي تاخد ديالو التفاح بدون كريمات فهدو كيمشو في نفس البخانسب يعني حتى وما كيمشو في نفس الحاجة بدون كريمات فقط اللي تزين هنا استعملتها فانتوما يعني كيبقى لكم دائما لاختيار ودائما يعني كنحاول ان يعطي افكار وكنتمنى ان شاء الله ان هاد الوصفات والفيديو هاد كدلكتنا لستحسان ديالكم واعجبكم ودائما لبيوا ولو القليل من طلباتكم واللي تاخدوا لديو وانا كيجيوا بحالة ديالشكل هادا صراحة كيجيوا بلداد وكيستحقوا التجربة يعني كنتمنى انكم تجربوهم وكنتسنى دائما التعليق ديالكم وهانتوما يعني اهنا عالق سمعكم محيدة باش تشوفوا كيفاش غادي تجي من الداخل يعني ما كاتبانش قاع واشفاحو شوانتوما كاتجي غزالة مع الكاورائعين في الماضاق فما بقليلا نقول لكم الى وصفة مقبلة بإذن الله كانتو معكم اوم شمس والى اللقاء